مونة واصف وصيتي أن أدفن في المقابر المسيحية إلى جانب والدتي يعني أنت الصبية يلي ببدايات عمرك بعتي غزلة أنت وصغيرة غزلة البنات بالمعرض وبعدين بعتي تياب نعم عند جورجيت الباريزي وبعدين عرضت أزياء نعم وبعدين إلى راقصة بفرقة أمية لفنون الشعبية نعم بعدين إلى المصرح العسكري نعم مررتي بكل هذه المراحل ولدت الفنانة السورية منواصف من أم مسيحية وأب مسلم كردي وهي من مواليد يوم 1 فبراير عام 1942 هي فنانة سورية تعتبر من أهم الفنانات السوريات في جيلها تزوجت من المخرج السوري محمد شاهين وأنجبت منه ولدا يدعى عمار لكنها لم تره مذو عشر سنوات لأنه معارض للنظام السوري ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بينما هي تعيش في الشام وصرحت مع وفاء الكيلاني أنها لم تره مذو عشر سنوات إمتى اللي ممكن تروحي تعيشي فيه مع عمار ابنك في أمريكا على طول ولا يمكن أنا أترك الشام ويها بني عبد الدار ويها حماة الأذيار ضرباً بكل بطار وعن وصياتها تمنت السيدة مونة واصف أن تدفن إلى جانب والدتها في المقابر المسيحية أختي غادة وبابا النبي زول كفل أبر أمي وأبر رويدة مع أهلها يعني لأنه هن غير أبورنا تمام بتمنى كنت اندفن بأبر أمي بس بجوز ما يحق لي لأنه غير عائلة في أبر أبو عمار وهدي وفي أبر أبي وأختي الأبور جاهزة ما ما أبدا الله أعطيك الصحة وطوفة لا ما هذا الموت علينا حق بس يعني الأبر طالما الأبر موجود أنا ما بترك ما فكرت ولا ممكن فكر أنا أعمار بأميركا يعني